بمناسبة موسم الاستياف سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا يشمل كامل ربع الوطن من أجل توفير الراحة الطمأنينة والسكينة للمواطنين بحيث يرتكز هذا المخطط على التوجد الميداني لوحدات الدرك الوطني بمختلف تشكيلاتها من خلال تواجد وحدات أمن طرقات عبر مختلف شبكات الطرقات الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني خاصة وحدات أمن طرقات التي ستتواجد بكثافة على مستوى المحاور والطرقات التي تقع ضمن اختصاص الدرك الوطني وبالخصوص تلك المؤدية إلى الولايات الساحلية باعتبار أن هذه الولايات ستعرف توفد كبير للمواطنين من أجل قضاء عطلتهم حيث تتواجد وحدات أمن طرقات في الميدان من أجل أولا التوعية والتحسيس لسواق مختلف أصناف المركبات من أجل تجنب حوادث المرور وثانيا من أجل ردع المخالفين لمختلف قواعد قانون المرور وحتى يكون صيف آمن وبدون حوادث مرور وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية تحت شعار كلنا معنيون باعتبار أن الجميع معني بالتقليل من حوادث المرور كذلك ستكون فرق حماية الأحداث التي سترافق العائلات وأبنائهم خلال موسم الاستياف من خلال تواجدها على مختلف الشواطئ وعلى مختلف أماكن الترفيه وتجمع العائلات من أجل تقديم توجهات ونصائح لي الأولياء وأبنائهم فرق الأمن والتحره الأخرى ستكون متواجدة خلال هذا المخطط من خلال الدورية التي تقوم بها سواء على مستوى الشواطئ المسموح بها السباحة أو على مستوى الشواطئ الممنوع بها السباحة من أجل ردع المخالفين الذين من الممكن أن يتخذوا هذه الشواطئ كوكر للجريمة على غرار باقي الوحدات التشكيلات الجوية للدرك الوطني هي الأخرى ستكون مقحمة في هذا المخطط من خلال طلعات الجوية التي تقوم بها وتقوم بتقديم الدعم للوحدات المتواجدة في الميدان خاصة وحدات أمن الطرقات من أجل تسهيل حركة المرور فيما يخص الشواطئ التي تقع ضمن اختصاص الدرك الوطني فإن مراكز الدرك الوطني تعمل بها 24 ساعة على 24 ساعة متواجدة في الميدان تقوم بدوريات راجلة على مختلف الشواطئ من أجل ضمان نراحة المواطنين والمصطفين بصفة عامة وندعو المواطنين والمصطفين بضرورة التبليغ عن أي مخالف للقانون على مستوى لهذه المراكز التي تكون متواجدة بالقرب من هذه الشواطئ يبقى الرقم الأخضر 10.55 موضوع تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ أو طلب يد المساعدة أما فيما يخص طريقي فطاقم صفحة طريقي على موقع فيسبوك يبقى مجند 24 ساعة على 24 ساعة من أجل تزويد المواطنين بمختلف المعلومات الآنية فيما يخص حالة شبكة الطرقات ترجمة نانسي قنقر